السلام عليكم اخواني اخواتي معكم قناة شيوات امولا كانت مني على دليا فيديو تلقاكم في اتمصحه والعافية ان شاء الله وكانت مني لأول مرة كيزور القناة ديالي ميبخلش عليها بالضغط على العلامة الحمرة اللي هي زر الاشتراك وضغط الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد وما تنسوش لايك اي زر الاعجاب للفيديو وتخليوا لي تعليق بإذن الله الوصفة دياليوم اللي هي كيكا سهلة وبمقادير بسيطة يعني حاولت ما امكان بسط لكم المقادير باش هكا كل شي الجيه سهلة والمقادير ديالها يعني تكون متوفرة في كل بيت ان شاء الله بإذن الله لنبدأ بالمقادير وطريقة تحضير عندي هنا كاس ديال سانيدا اللي ما عزيش عليه سانيدا يمكنه يدر نصف كاس او كاس اللاروب من طبيعة الحال على حسب الحلوة اللي عزي عليه الحلوة هنا عندي كاس ديال زيت وكاس ديال الما انا هنا يا ما عنديش الحليب يعني استعملت كاس ديال الما كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقة صراحة كجيز بينا وعندي هنا جوج كيسان ديال الدقيق الابيق والقياس من طبيعة الحلوة بكاس العنباء عندي ثلاثة دل بيضات وهنا يا جوج مع القبار ديال كاكا وعندي هنا يا البيكن باودر ليه الخمارة الحمراء جوج خمارة حمر ليهما البيكن باودر وعندي هنا يا فاني سائل يعني غنستعمل ملعقة صغيرة وعندي قبصة ديال الملحة كيفما كتشوفو داروا وريف الكيك كنديروا قبصة ديال الملحة وهنا يا قطاع ديال الشوكولات هاد شيلد زين يعني غنستعمل اربعة ديال القطاع او خمسة ديال القطاع يعني القياس اللي متوفر عندكم وعلى حسب قدر المستطاع ديال الإنسان وعندي هنا يا ضانب يعني ضانون ديال الشوكولات عندي كاس واحد ولا جوج علاب صغيرة سأخذ الإناء ديالي بسم الله على بركة الله سنوضع فيه البيض لمطبيعة الحال غسلها مزيان سنستعمل ثلاثة ديال البيضات انا هنا يلكي كما بغيتهش تجيني عالية بزاف يعني كتجي قياسها هو هادك ما عالية ما حادرها يعني القياس ديالها مزيان سنوضع من طبيعة الحال البيضات بثلاثة ونضيف عليهم كاس ديال سانيدة يعني ديما السكر كيفما قلت لكم على حسب الضوء اللي ما عزيش عليه الكيك يكون حلو بزاف يمكنه استعمال نصف كاس او كاس اللاروب ونضيف هنا قبصة الملحة ونخلط المكونات ديالي كاملين باش يجنس لنا البيض مع سكر سانيدة ومع الملح يعني يحاولوا تخلطوهم مزيان باش هكذا الحبيبات السانيدة يدوب لنا مزيان ما يبقى لنا ذاك الحبيبات السانيدة باينين ومن طبيعة الحال غادي نزيد كاس ديال زيت المائدة اللي هو كاس العنبة وغادي نزيد كاس الماء صراح هاد الكيك يجيب هاد المزوين وكيجي رائع وكيجي صراحة معلك يعني كيكا كيجي معلكا كيجيز بنا كنصحكم انا كم جربوها غادي نخلط المقادير كاملين ومن طبيعة الحال غادي نضيف داك ملعقة صغيرة ديال فاني سائل اللي ما عندوش هاد الفاني سائل يمكنو يدير ساشي ديال سكر فاني ولكن كيبقى الضوق ديال فاني سائل احسن لانه كيعطينا واحد المداق اللي هو رائع في الكيك صراحة لانك التاكل كيكا يجيك واحد المداق اللي ما نقدش نوصف لكم كيفاش ولكن كنصحكم انا كم جربوها بهذه الطريقة وغادي تعرفوا المداق ديالها كيفاش غادي يكون وغادي نزيد داك الجوج ملاعق كبار ديال كاكا والمور يعني الكاكا والمور كنصحكم ان الكاكا والمور يكون من نوع الممتاز من طبيعة الحال وكننخلط العناصر ديال كيفما كتشوف معايا فصورة يعني باش هكا تجنس لنا داك الكاكا والمور عزيت والسكر والبيض والكاس ديال الماء كنخلطهم مزيان ومن بعد غادي نضيف من طبيعة الحال داك جوج كيسان ديال الدقيق حتى الدقيق انا كنتمنى ان الدقيق يكون من نوع الممتاز كنضيف الدقيق شوية بشوية يعني القياس عندي هنا يا بكاس العنبا يعني حاولت ما امكان بسط لكم المقادر ونبسط لكم الطريقة باش هكا كل شي يفهم وكل شي يستفد ان شاء الله غادي نخلط داك الدقيق اللي ضفت يعني غادي نخلط باش هكا ما يبقاش لنا داك الحبيبات ديال الدقيق نكبل لنا في الخليط وكنتمنى ان الدقيق تكونوا مغرب لنا من قبل وهنا يا غادي نضيف داك جوج خمارات حمر اللي هي البيكن باودر يعني جوز فاشيات وغادي نخلط المقادر ديالي كلها باش تجنس لنا فيما بعد هذه واحد يعني غادي نضيف الدقيق نضيف شوية بشوية وكنخلط مزيان وكيف مكات شوفوا لو معي القوام ديال الكيك هكا كيكون يعني خاصو يكون على هات الشكل ما يكون ش تتقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف يعني كنصحكم انه يكون على هات الشكل هذا القوام دياله وكيف ما كتشوفه معي هكا خاصه يكون صراحة كجي بنينة ومعلك هاد الكيكا كنصحكم انكم تجربوها هذا هو القوام ديال الخليطة ديالي هكا خاصه يكون وغادي ناخد الإناء اللي غادي نوضع فيه الخليطة ديالكيك من طبيعة الحال من بعد ما كان دهنه مزيان بالزبدة يعني انتو ما يمكن لكم تستعملو اي اي لطا او اي طاوة بغيتو انا عندي هذا ديال زج انتو ما يلعندكم ذاك اللطا اللي كتحل من الجنابي ممكن لكم تديروها بلعندكم ذاك المولي كيكون طويل من طبيعة الحال تاو يمكن لكم تستعمله وانايا انا ما غاديش نضيف الدقيق الابيض غادي نضيف الكاكا والمر يعني باش هكا جي لنا الكيكا ديالنا فاش كنضيف فالدقيق صراحة كا جيني من تحت بيضة هكا بغيت انا جيني كحلا يعني نفس اللون ديالكي كانت وما يلا ما عندكمش يعني ما بقاش لكم مثلا الكاكا والمر ممكن لكم تستعملو اصاشية ديالكو بلعندكم توفرة في الضرب من طبيعة الحال وغادي نوضع من بعد ما دهنت اللطة ديالي مزيان او المول ديالي مزيان بالزبدة ودردرت عليه داك الكاكا والمر غادي نوضع الخالط ديالي كيف ما كتشوفوا القاوام ديالو ما شاء الله هكا خاصوا يكون لكم يعني صراحة كتجي هاد الكيكا بنينا مداقا وشكلان وكتجي لنا معلكا كيف ما كنقولو كنصحكم انكم تجربوها وفي هاد المرحلة غادي ندخل الكيكا الفران انا هنيا عندي الفران ديال القاز يعني غا نشال عليها من الفوق انا صراحة ما كنصخنش الفران يعني حتى كنحط لطة ديالي في الفران وكنخليها الطيب على خطرها كندير درجة الحرارة منخفضة نزومي لكن عندكم الفران ديال ديال دائم كليكم تشعلو تدخلو هالفران على درجة الحرارة مية وستين او مية وثمانين ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معي غا ندخل الكيكا ديالي الفران وهنايا من بعد ما طابت لي الكيكا هذا هو القوام ديالها يعني كيف ما قلت لكم ما بغيتاش تجيني عالية ومن كان خرج الكيكا ديالي كان وضع يعني في هالموس او عود خشبي باش هكا نشوفوا الكيكا واش طيبة ولا ما طيبة يعني هنا يا طيبة لي من جميع الجوانب وهنايا الكيكا ديالي انا عندي الفران مية الصراحة يعني جاتني جيها طالع وجيها عبطا شوية هنا ياخذت منديل والجيها اللي عالية بقيت كان قدها شوية يعني كان بسطها بدك المنديل باش هكا جيني مقدم من الجهات كاملين يعني كنصحكم تما يلا شفتوها بحالك تديروا هاد المرحلة وهنايا غدي ندوز نحضر السيرون اللي غدي نسقي به الكيكا انا هنا يوضعت نصف كأس ديال الماء ديال العنبة وملعقة كبيرة ديال الساندة انتوما الى بغيتوا تسقيوها بالقهوة غدي تديروا نصف كأس ديال الماء وغادي تضيفو فيه ملعقة صغيرة ديال قهوة يعني سريعة الدوابان وديروها على النار بحالكة وغادي تبقى وتحركو بشوية 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 تكا تحسو به طاب يعني طاب لنا دكسيرون وغادي نسقيو به الكيكدينا وكان نوضع توقب هنا في السيكين هكذا كركيا تشرب لي دكسيرون هكذا الكيكا ديال ما باجينا معلكة وغادي تجيب علينا يعني هذا هو السير باش ستحصل لكم الكيكة ديال معلكة كان نصحكم أنكم تسقيوها كفما قلت لكم بالماء وسكر może القهوة تكون سريعات الدوابان من طبيع الزعل من بعد ما قريبت الكيك دياليницу يعني شعلتها هكás تشرب لنا دكتسيرون والفاد المرحلة نحضر القاناش بالشوكولات وضانون لنضعه على الكيك اضفت زبدة اعطينا لماعان ولا تحرق لشوكولات هنا وضعت زبدة اضفت قطعة شوكولات يمكنكم استعملوا اي قطعة شوكولات انا صراحة عندي شوكولات شوكولات 4 ريال لحسب قدر المستطاع الانسان كيمشي على حسب القدر وهنا سنضيف دانون الشوكولات انا هنا عندي جوج علاب صغيرة انتو ميلة عندكم علبة كبيرة متوفرة يمكنكم استعملوها ونخلط جميع العناصر باش تجنس لنا فيما بعد صراحة هذا القاناش يجي لنا زوين وكيعطينا واحد البنة هو الكيك دينا من طبيعة الحل من بعد ما خلط جميع العناصر هدا هكا كيكون القوام ديالو يعني هكا على هات الشكل هدا ضروري الى ما متوفرش عندكم زبديم كليكم تضيفوا ملعقة ديالو زيت المائدة وهنا غادي نوضع داك القاناش ديالي والدك الكريمة اللي حضرت معاكم غادي نوضعها على الكيك وغادي نوضعها على الكيك دينا من جميع الجوانب يعني باش هكا الكيك دينا تاخد لي نحقها من الجهات كاملين كيف ما كاتشوفوا معايا كتوزعوها على شكل عادي من طبيعة الحل ومن بعد ما سالي تتوزع ديال القاناش او تتوزع ديال شوكولات اوضانون اللي قدينا غادي نقطعها معاكم يعني غادي نقطعها على شكل متلتات كيف ما كاتشوفوا وتزين من طبيعة الحل كيف ما كنقول لكم ديما كيبقى على حسب الاختيار واللي متوفر عندكم في الطر غادي نوريكم اضطر واحد طريف كيف ما كاتشوفوا كيف ما كاتشوفوا كيفاش كيجي الشكل لا شوفوا الكيكة كيجي صراحة مرخية وكيجي هشة وكيجي رطبة وكيجي معلكة كنصحكم انكم تجربوها هذا هو القوام ديالها شوفوا ذاك القاناش يعني مع الزبدة كيعطينا ذاك الزبدة او الزيت المائدة كتعطينا علماء القاناش ديالنا انا هنا يا من طبيعة الحل ما زل ما زينتها غادي نحطها في الطباصل عادي غادي نزينها يعني قطعتها على شكل متلتات وغادي نحطها في الطباصل انتم ما يمكن لكم إلا ما بريتوش تحطوها مثلا في الطباصل يمكن لكم تخليوها في المول عادي ما كانت اشي مشكلة انا زينتها بعد الحبيبات الشوكولة وبدأ الحبيبات كيفما كتشوفوا معي الزين كيبقى اختياري من طبيعة الحل وهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا اللي حضرت معكم من طبيعة الحل من بعد ما زينتها انا وضعتها في الطباصلاتها كانت وما إلا بريتو تخليوها في المول يعني تقطروا على شكل متلتات او الشكل اللي بغيتو تخليوها في المول كيفما كتشوفوا القوام ديالها صراحة كيجيز بين كنصحكم انكم جربوها كجي فتيا وكجي كالدوب في الفم وكجي فيها واحدة تعليقة يعني ولا اربع كنصحكم انكم جربوها وغادي تعجبكم ان شاء الله إلا جربتوها وما تنسوش تخليو لي تعليق دمتم في رعاية الله وإلى فيديو آخر ان شاء الله اشتركوا في القناة